وحسب توجيهات محافظي صلاح الدين اسماعيل الهلوب ومن خلال متابعته المستمرة لملف تعويضات المتضررين من الإرهاب باشرت لجنة توزيع الصفوك في ديوان المحافظة إيصال المستحقات المالية إلى 100 مستفيد يمثلون الوجبة الأولى التي وافقت وزارة المالية على صرفها وكان الهلوب قد التقى وزير المالية والجهات ذات العلاقة للتسريع بإجراءات صرف حقوق المتضررين بعد سنوات من الانتظار بظروف صعبة خلفها الإرهاب